هل تعلم أنه يمكنك تحويل ولاعة عادية إلى كاوية لحام احترافية لتذويب القصدير واللحام بسهولة في المنزل؟ إذا أردت التفاصيل، تابع الفيديو إلى الأخير. للبدء، سنحتاج إلى ولاعة من النوع الطويل والمعروفة بولاعة إشعال النار. هذه هي الأداة الأساسية التي سنستخدمها في مشروعنا. سنحتاج إلى قطعة من سلك كهربائي سمكها 1.5 ملي متر وبطول 10 سنتيمتر. والآن أحضرت الملقطة أو الكماشة وضغطت على السلك النحاسي. ثم قمت بإزالة الغشاء البلاستيكي واحتفظت فقط بالسلك النحاسي. الآن سأمسك السلك من المنتصف باستخدام الملقطة، ثم أثنيه إلى نصفين بأصابعي ليصبح بهذا الشكل. والآن أحضرت ملقاطا أو كماشة من نوع آخر، ثم ضغطت على السلك النحاسي من الأعلى في المنتصف بقوة ليأخذ هذا الشكل. وباستخدام هذا الملقطة سأقوم بثني السلكين قليلا نحو الجانبين بهذه الطريقة حتى نحصل على هذه النتيجة. والآن أحضر الولاعة وأذهب إلى رأسها المعدني من الأعلى. أحتاج إلى ملقاط لأقوم بانتزاع هذه الأجزاء من الولاعة نحو الخارج للحصول على هذا الشكل. والآن سأقوم بإدخال السلك النحاسي وسط الرأس المعدني للولاعة، ثم نخرجه من الثقوب الجانبية. بعد ذلك نضغط عليه بقوة لكي يلتصق مع الأنبوب المعدني للولاعة. والآن سأعيد تركيب القطع المعدني لرأس الولاعة في مكانها السابق كما كانت في المرة الأولى بهذا الشكل. لقد قمنا بتحويل الولاعة العادية إلى كاوية لحام احترافية محمولة باستخدام أدوات بسيطة. والسؤال الآن هل ستعمل أم لا؟ الآن بعد أن نجحت في تشغيل الولاعة، سنتركها مشتعلة لمدة دقيقة على الأقل، حتى يتحول لون السلك النحاسي إلى الأحمر. والآن أحضرت سلك القصدير سلك اللحام، وسأحاول وضعه مع الرأس النحاسي للولاعة التي صنعناها، فلنرى النتيجة معاً. الطريقة الأولى، سأترك الولاعة مشتعلة، ثم أضع سلك اللحام عليها ليذوب وهي مشتعلة، وسنرى النتيجة. القصدير يذوب بشكل ممتاز. اللدون أو اللحام ينصهر ببساطة باستعمال الولاعة وهي مشتعلة، يعني أن الطريقة الأولى صحيحة وناجحة. سأجرب الآن الطريقة الثانية، سأقوم بإشعال الولاعة حتى يسخن السلك النحاسي ويحمر لونه. بعد ذلك، سأطفئ الولاعة وأستخدم الحرارة المتبقية في السلك النحاسي لإذابة القصدير أو اللحام. هل ستنجح هذه المرة أم لا؟ نعم، اللحام يذوب بشكل ممتاز، ويلتصق برأس سلك الولاعة النحاسي بشكل فعال، مما يعني أن الطريقة الثانية ناجحة أيضا. والآن أحضرت مصباح لد صغير، وسأجرب تلحيم القصدير مع اللوحة الخاصة به. والآن سأحاول إلصاق السلك الكهربائي مع مصباح اللد باستعمال الولاعة. قمت بإشعال الولاعة وتذويب القليل من القصدير أو اللحام فوق سلك النحاسي للولاعة. الآن سأحاول تلحيم القصدير أو اللدون مع مصباح اللد والولاعة مشتعلة، وكما تشاهدون التصق اللحام بالمصباح بشكل جيد. أحضرت سلكا كهربائيا مرنا ثم أذبت القليل من اللحام على رأس الكاوية الآن سأحاول تلحيم السلك مع بردة مصباح الليد وكما تشاهدون التصق السلك الكهربائي بنجاح الآن أحاول نزع السلك الكهربائي لأتأكد من تماسكه وهل التصق بشكل جيد أم ضعيف كما تشاهدون فهو ملتصق بقوة كبيرة مع المصباح هذه المرة سأحاول نزع السلك الكهربائي الذي قمنا بتلحيمه قبل قليل لذلك نقوم بإشعال الكاوية ونضع القليل من اللحام أو القصدير فوقها حتى يذوب بعد ذلك نضع مباشرة على السلك الكهربائي مع البردة إذن كما تلاحظون فالسلك ينتزع بكل سهولة من البردة هناك ميزة خاصة في هذه الكاوية وهي أنها تسمح بزيادة وخفض درجة حرارة الولع مما يساعدنا في توصيل الحرارة المناسبة لأي سلك بغض النظر عن طوله أخيرا وصلت إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تنال هذه الحلقة وهذه الفكرة إعجابكم لو أعجبكم الفيديو ولو قليلا ادعمونا بعمل إعجاب اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الاختراعات والابتكارات البسيطة إن واجهكم أي مشكل ضعوه لي في التعليقات وسأجيبكم بالطبع إلى اللقاء نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله